أطلقت مملكة البحرين خلال العام المنصر حزمة من المشاريع الاستراتيجية بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار أمريكي بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير وتنمية مختلف القطاعات في المملكة المشاريع التنموية الكبرى تأتي جنبا إلى جنب مع الأولويات الأخرى لخطة التعافي الاقتصادي وذلك لتعزيز مكانة البحرين التنفسية في المجالات كافة وبما يرفض القطاعات الاقتصادية ويزيد من إنتاجيتها وعوائدها الإيجابية جهود عظيمة قادها الفريق الحكومي خلال العام المنصرم في المجالات كافة لمواصلة تعزيز الخريطة الاقتصادية للمملكة في شتى القطاعات وإتي ذلك جليا من خلال العمل على تنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار هذه المشاريع تمثلت في تخطيط خمس مدن جديدة والتي ستزيد مساحة المناطق التعميرية في المملكة بنسبة تفوق 60% وهي منطقة فشت الجارم ومنطقة جزيرة سهيلة ومنطقة فشت العظم ومنطقة خليج البحرين ومنطقة جزر حوار أما مشاريع البنية التحتية والاتصالات منها مشروع جسر الملك حمد ومشروع متر البحرين وكذلك مشروع شبكة الألياف البصرية الدولية المستقبلية أبرزها الانتهاء من إنشاء شبكة النطاق العريض في كافة مناطق البحرين ومشروع خطوط الألياف البصرية الدولية البرية والبحرية وإنشاء عدد من مراكز البيانات للحوسبة السحابية إلى جانب مشروع الشارع الشمالي والذي سيكون رافدا لمشاريع تنموية بهدف مواكبة التوسع العمراني في المملكة هذا وتحوي مشاريع قطاع السياحة على العديد من المشاريع منها مشروع تطوير بلاج الجزائر ومشروع منتجة جميرة خليج البحرين ومشروع مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد ومشروع المدينة الجنوبية كما تحتوي مشاريع قطاع الصناعة على منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم ومشروع تحديث مصفات شركة نفط البحرين بابكو وإنشاء منطقة تجارية مع الولايات المتحدة وفي قطاع التعليم تم طرح حزمة من المشاريع منها مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية ومشروع كلية الهندسة بجامعة البحرين هذا بجانب مشاريع القطاع الصحي أبرثها مشروع مجمع دلمونيا للخدمات الصحية ومستشفى الملك حمد نهيك عن مشاريع قطاع الإسكان منها توفير أربعين ألف وحدة سكانية وإطلاق برنامج شراكة أما مشاريع قطاع الشباب والرياضة أبرزها مشروع المدينة الرياضية والمنصة الاستثمارية هذه المشاريع الكبرى والجهود العظيمة تصب في تحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي بما يعود بالنفع والنماء على أبناء الوطن ولتعزيز مكانة البحرين التنافسية في المجالات كافة وبما يرفض القطاعات الاقتصادية